موسيقى هي ابني اخي ابني يبني بلادك قلبك عطيها وغير فكرك ما بيغنيها ان ما حميتها يبني من الويلات ما في حدا غيرك يحميها بيكم وصي لك قبل ممات بلادك صلاة للحب طليها او لو عليها تقلت الحملات او الشعاين غادرت طلعت فيها متل الاسد خليك بالحزاق صرخة بطل ع الكون وديها طليل سلام تماما أزليم 4 و 4 نادر وهايك بعد ما نام الصوت الثانية قديتها من فترة قصيرة بافتتاح متحف الرئيس فؤاد شهاب صح بتحبه بحبه كتير هالاغنية هاي تاني مرة انا بغنيه. يعني غنيتها بالافتتاح من الاغاني العظيمة جدا اللي بحبها. بس لما دعيت للحفل سألوني شو ممكن تغنيه. حسيت فؤاد شيء ممكن يكون بعضه عم بقول من سنة الـ 58 لليوم اللي ما تغير. بعضه عم بوصينا فيه. عم بوصينا فيه. حسيتها بالوقت المناسب وغنيتها. طيب كنا عم نحكي قبل البرايك عن قصة انه دا خطورة انه الوحد دي يغني اذا كان بعمر صغير خصوصا بالمرحلة بيكون عم بتكون فيها الصوت. صح. تكفي الفكرة. الفكرة بتقول انه ممنوع على ولا ام ولا بي ولا خي ولا اخت ولا حدا من الجيران يفتش عن استاذ او يفتش عن معهد او يفتش على ما بعرف شو لولد عمره سبع سنين وشو بنا نعمل له. يعني انا. اذا بيكتشفوا انه صوته حلو. ايه صوته حلو شو ما نعمل له. ما بتعمل له شي. تركه يروع على مدرسته. تركه يفكر بمستقبله. تركه يأسس. اذا بحب يغني بيغني. واذا ما عنده للموهبة ما في غير الله ممكن يخليه يعرف يغني. هاي دي منها نتفق ليا. بس ليش هم تقول هاي. يعني اليوم. اليوم نحنا لقلات موسيقية انا اذا انت ضربت على العود داوستك غلط انا بيجي بصلح لك داوستك. بقدر القطلك اصبعي. بس الوتر هو الايل الوحيدة اللي ما فينا نتحكم فيها. اذا مش موجودة. غير بالتواصل على موهبتك. انا بدي دق بموهبتك. اقدر اعرف قداش انت بتغني. وقدر صلح لك وتقدر انت تصير تعارفة تغني. بس. تخلق لي ايها اذا مش موجودة ما في. مش موجودة. الله خلق. تجي مع هاي دي الشغلة الوحيدة اللي ما في حدا اذا بدك تدخلي له ايها جواته. بس ليش عم بتقول هايك. عم بقول هايك لانه عم بسمع وعم بنسأل وكل ما بلتقى بحدا بيسألني شو بدي اعمل لابني اللي عمره عشر سين. مع عشر سين بعد سنتان بده يسكوت. وبده يفوت بتونال البيت. وبده يقعد بينه وبين حاله. يعني الخطورة اللي عم بتصير بردون. الخطورة اللي عم تصير اليوم بالولاد يلي طلعوا وشافوا الشهرة. لا ما هيدا اللي بده اسألك ايه. معظم البرامج الفنية المخصصة للولاد بتستقبل الولاد بهالاعمار. وانت شاركت كحكم. صح. يلي هني كن عم بتخبرنا هلا انو حكيم قالك بهذا عمر تسكت. صح. كيف عم بيغنهول؟ صوري نادر وانت شاركت حكم ببنائمش كمان. بيتالنتين كنت لجي تحكم لبروغرام ترفيه تسليه في موهبة أنجح من موهبة ممكن توصل وتربح. بس ما في احتراف. مش مشروع احتراف من اليوم. مش هيدا المشروع. يعني الفكرة خليه روح يدرس الولاد. هلا اليوم انا مع احترامي وتقديري لكل وليد دوفويس كيدز. لكلهم وأداءهم المميز والرائع. بس سنة الجرح يجي غير جروب. مثل ايان السر أكاديمي. وهو دي الجروب يروحوا عالبيت. ويقعدوا ويصيروا يتمنوا بدوا يطلعوا يغنوا. هون بدوا يبلش التفاتش على بسيكولوج. وبسيكياتر. أزمة تخلقيله أزمة. انا بعدهم يودولي اليوم على الفيسبوك. أنه بنتي كانت متوقعة سنة 2010 بتلانتين تربح. وبعدها قاعد منزلي بقودتها لأنه أنت مربحتها. طب يعني أنا مش أنا اللي بدي ربحها. كرفقيتها بدي تربحها. يعني الولاد عم بيعيشوا بأزمة. عم بيروحوا لمطرح. خلص ما شايفين غير زقفة الناس. أنا مرأت فيها. لأنك مرأت فيها نادر عم بتحكي. لأنه اختبرت هاتشفة. يعني أنا كان يبقى في ألفين شخص بمهرجين عم بيزقفوا لي. واجي تاني يوم على المدرسة ما اسمع من ضجة الزقف اللي قبل بلايلي ما اسمع شرح الأستاذ. ما اشرح شو اللي عبي يقول لي ما يوصلي خلص. ولايك. ما بقى أنه بدك يوصلك أصلا. خلص خلص. بتصير عامل بلوك يعني. أنت فت بعالم في ضجة في شهرة في ناس عم بتحبك في ناس عم بتحملك في ناس عم تزقفلك وطيصلك. هاي سكرة. ليش بقولوا الله ينجيء من الخس اللي ما بتكبر براسه. تكبر. عم تكبر. لحظة أنا بشغلة في ناس عم تنشهر هلا عكبر وما عم تتهدى. كيف إذا بلشت تنشهر يوصغير يعني عمر عشر ناشر سنة؟ بس أنه هلا بدوا يروحوا عالبيت يعني أنا ما عم. بدوا يروحوا عالبيت يعيش كانوا عيشوا فترة شهرة معينة وخلص راح دورهم يعني. هون الأزمة. إن شاء الله كل واحد منهم بس يكبر يعرف يقدر يشق طريقه بهذا الزمن الكتير صعب. يلي ما عدت معروفة شو المتطلبات وشو اللي بدنا نقدمه وشو الاشيه اللي بدنا ندوله كفننين يعني. بس اللي بأكدوا اللي بأكدوا أنه من كل يلي عم بين عمل من آخر عشر سنين أو خمسة عشر سنة بعدها الأقوى الأغنية الأديمة لكل الناس عم بترجع تحنن له وكل الناس عم بتفترش عليها وكل الناس عم بتطالف فيها أنه تتغنى بالمهرج اللي. يلي هي أساس. يلي هي ركيزي. نعم. خلينا شوي نذكر بحفلاتكم كفرسين أربعة وإذا عندك مواعيد لحالك كمان نادر. حافلة كانت للصيفية. الليلة. الليلة دهور شوال أربع شهر. أربع شهر بزحلة بكازين ولبنان. خمسة أربعة بكازين ولبنان. الزيادات؟ أنا على الصعيد الشخصة 1969ا عيد السيدة الإنذي بسيدة معونيت بالزوقò, 13 شهر عندي ريسيتال بفلوغة بكنيسة السايدة كمان 14 شهر عندنا بفرستان بعين السعادة بحين السعادة ب28 مهرجاني التبرجة وب30 بغسطة عم نحكي عن قاب هلا ايه قاب ايلول عم تمضى وعم تتأكدوا تمنا نذكر شي و مزبوط تبقى خبرنا بكل معيدات بهمنا نعرف منحبكن سلملي عليهم الي وجيل بارو سيمون يعطيكم العافية وشكرا لحضورك هلا بونوي بدنا نهلك لا ما فيه بونوي لبعد سهرة دور شوي هلا فيه استحاقات في العائلة في الولاد ناطرين طيب ما فيه بونوي صغير بعد الدور لا تقلع كيف دك تغني عشية الله كبير يلا نعتبر حالنا عسكر وعمل نغني نتشكلك كتير ناذر لحضورك معنا اليوم مرسي لقلكم وكل التوفيق لقلكم بكل حفلات إن كان على صعيد شخصي أو مع الفرسان الأربع مرسي إنو بتفتشوا على السقافة تتوصلوها للناس هيدا الميزة عندكم بأخبار الصباح وتحيي لكل مشاهدي ومرسي على دعوتكم ومرسي تحملتونا خلص مشلح خلص خلص نحنا لهوم نصلنا لختم حلقتنا بدنا نعطيكم موعد بكرة بحلقة جديدة نتمنى لكم هرأحة حلو بنracなんか إلا إن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة